بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عجدة من لساني يفقه قولي ده كاترة المستقبل إن شاء الله ده كاترة تلتة سنوات وصلنا خلاص كده لجزء مهم في المنهج وهو التكاثر في النباتات الزهرية طبعا المنهج بتاعنا كله مهم ولكن الجزئية دي بيكون فيها لغبطة كتير علشان خطر متلاشى موضوع اللغبطة محتاجين لنحن نجيب الموضوع من أوله نراجع كده مع بعض مملكة النباتات عندنا مملكة النباتات كانت بتنقسم إلى ثلاث أقصى أول قسم معايا كان التحالب الراكي التحالب الراكي زي مثلا تحلب الفيوكس تحلب البليسوفونيا دي كلها كانت من التحالب الراكي وبعد كده دخلنا على القسم الثاني وهو النباتات اللوعائية واللي بقول عليها اسم الحزازيات طيب النباتات اللوعية زي مين زي حاجة اسمها ريشيا وفيوناريا ريشيا وفيوناريا ويعني إلا وععية يعني النباتات دي ما عندهاش ولا خشب ولا لحاء وبالتالي كده ما عندهاش أنسجة وعائية زي مين زي الريشيا والفيوناريا بعد كده ندخل على القسم الثالث وال Ganzes واللي اللوع مهم واللي احنا عايزينه وهي النباتات الوعائية النباتات الوعائية بيكون عنده خشب وكده يكون عندها لحاء يعني بكون عنده أنسجة وعائية ودي برضو بتنقسم الى 3 أقصى بيكون عندي الصراخص او الصرخصيات ودي اللي خدناها زي مثلا الفجير وكسبرة البئر وطبعا عرفنا ان هي بتتكاثر بحاجة اسمها تعاقب الاجيال يعني بتاخد الحلو من التكاثر الجنسي على الحلو من التكاثر اللاجنسي بتعاقب الاجيال والتكاثر الجنسي بيحصل بوسطة الامشاك والاجنسي بيحصل بوسطة الجرسي وخلاص فهمنا الموضو ده طيب القسم الثاني كان معي حاجة اسمها المخروطيات او معراض البزور وبالمناسبة الصرخصيات كان ما عندهاش بزور يعني لا بزور تمام ولا ازهار وبالتالي برضو لا صمار يعني ولا عندها بزور ولا ازهار ولا صمار عشان نبفهمين الحتة دي اما بتتكاثر ازاي قلت لك بتتكاثر بتعاقب الاجيال بتاخد الحلو من التكاثر اللاجنسي اللي هو بالجرسيم على الحلو من التكاثر الجنسي اللي هو بالجرسيم على الحلو من التكاثر الجنسي اللي هو بالامشاك طيب هي النباتات عندها خشب والحق اه لانها طبعا نباتات وعائية طيب المخروطيات او معراض البزور دي عندها بزور ماشي بس ما عندهاش ازهر يعني بيكون عندها بزور بس لا ازهر يعني ما عندهاش ازهر بعد تتكاثر بيه؟ بتتكاثر بحاجة اسمها المخاريط بيكون عندها بزور جوة للمخاريط ومعراض البزور بيكون في حاجة اسمها مخاريط مزاكرة ومخاريط مؤنسة زي مين؟ زي الصنوبر طيب طبعاً بيكون عندها خشب ألوحاء برضو عشان كده بقول عليها نباتات وعية ندخل بقى على القسم الثالث اللي احنا عايزينه وهي النباتات مغطاة البذور او النباتات الزهرية طبعاً عندها خشب ألوحاء وكمان بيكون عندها بذور عشان أسرصناها مغطاة البذور وكمان بيكون عندها أزهر والأزهر هو عدو التقاصر الجنسي بالنسبة لها عدو التقاصر الجنسي عدو التقاصر الجنسي بالنسبة للنباتات مغطاة البذور مغطاة البذور بتنقسم إلى قسمين عندي بتكون سنائية الفلقة يعني البذرة بتبع عبارة عن فلقتين هيت نسيمون كده النصين بتكون سنائية الفلقة او ذاتة فلقتين وممكن تكون أحدية الفلقة او ذاتة فلقة واحدة طيب سنائية الفلقة زي مين؟ يعني مثلاً الحباية والبذرة بأسيمها لنصين زي مين؟ زي مثلاً عندي الفول زي مثلاً البسلة زي مثلاً الخوخ زي مثلاً التفاح طيب النباتات دي باختصار كده اللي يزد في القطير اللي أنا بقدر أميز ما بين البذرة والصمرة يعني أنا عندي بذرة وصمرة يعني مثلاً لو جيت تمسك الخوخ الخوخ بيكون في بذرة جوه مشي وكمان بيكون طبعاً البذرة حاجة والصمرة حاجة فبتلاحز إن فيه صمرة بقى بره هيت تماماً فأسيم اللون دا دا كده بيعبر لي عن مين؟ بيعبر لي عن الصمرة طيب طالما أنا اقدر تميز ما بين الصمرة وما بين البذرة بقول علياة صنائية الفلقة صنائية الفلقة طيب هو الفول دا بيكون عنده صمره وبذرة آه نفس الفكرة ايهي الصمرة بتاعت الفول؟ الارن نفسه بتاعت الفول البسلة الارن نفسه تلاقي الارن كده إصلاح كم ار اسمه صمرة العرم تسمى ايه ؟ صمرة ماشي حسنا بجواب يكون بزرة ايه كده بزرة و دي كده بزرة و دي كده بزرة و دي كده بزر انا لدي الوقت صمرة جواها بزور يدر تميز ما بين الصمرة و ما بين البزور و طبعا البزور بتكون محاطة بغلاف اسمه غلاف سمرى اهو غلاف سمرى bbe عشان كده النباتات أصلا بقيل عليها اسمها مغطاة البذور ليه إلا انها متغطية مثل مغاطية بايه بغلاف غلاف غلاف سمري غلظة من مين؟ غلاف الصمرة نفسها يعني الخوخ اللي انا باكله دا الحاجة اللي انا باكلها الصمرة الى انا باكلها في الخوخ دا هو اسمه غلاف غلاف ما هي صمرة الغلاث دا مغاطى مين مغاطى البذرى من جوه فêu nên على مغاطاط البذور ماشي قرني الفل اللي انا مش باكله دا ده كده الصمرة نفسها إنما البزرة أنا باكل البزرة نفسها أو البسلة أنا باكل البزرة نفسها فالأرن بتاع البسلة ده الصمرة يبقى في حاجة اسمها صمرة وفي حاجة اسمها بزرة قدرت أميز ما بينهم بقول عليها سنائية الفلقة ما قدرتش أميز ما بينهم لا أقول عليها أحدية الفلقة زي مين زي الدرة زي عندي بقول عليها أحدية الفلقة زي مين قلت لك عندي الدرة ماشي زي الأرز زي مثلا الأمح ماشي زي مثلا البصل مثلا حاج ايضا ناخذي اسمها تيوليب قليلاها بتكون احادية الف الكة دي كلها احادية الف الكة دي Bless from R البزله هي محاطة بالصمرة لم اقدرش اميز ما بينه برضو بتكون جوه غلاف سمري بس فكل الحكيانه ليس قادرة اميز ما بين البزرة و السمرة بل انت غلاف مثل الغلافين مهما في الصمرة التحامل مع بعض بردو ما نفهم الكلام دا اقديد بس احنا خدنا نظرة او نبزة سريعة عنها تمام احنا كده عرفنا ان انا عندي مملكة النباتات بتنقسم الى طحالب رقية اول قسم معاية بعد كده نباتات لوعائية او اسمها حزازيات ما عندهاش وعاء زي ميرا ريشيا والفيورال طيب القسم الثالث والاهم معاية هي النباتات الوعائية اللي بيكون عندها خشب ولحاء تمام خشب ولحاء يعني هم بينقسموا لثلاث حاجات صرخصيات ومخروطيات او بقول عليها مارات البزور ومغطات البزور الصرخصيات عرفناها زي الفجير وكسبرة البل دي نباتات وعائية عندها خشب ولحاء بس ولا عندها بزور ولا صمار ولا ازهار وبالتالي بتتكسر بي بتعاقب الاجئة طيب المخروطيات زي مثلا زي السنوبر بقول عليها معارات البزور يعني البزر مش متغطي البزر بيكون موجود منه كده للجو فبقول عليها معارات البزور تمام هي عندها بزور بس ما عندهاش ازهار ماشي عمال عندها مخاريط بتتكسر بالمخاريط زي مين زي السنوبر دي كان ندخل علي القسم الثالثة والاهم معايا وهو مغطات البزور ليه مغطات البزور لان البزر بيتغطى بغطاء مين الغطاء ده اسمه غلاف السمري غلاف السمرة ماشي وقلت لك ان عندي قسمين منها فيه احاد الفلقة والسناي الفلقة سناي الفلقة اللي بيكون البزرة بتبقى فلئتين تمام زي كلمة ايه فولة وتقسمت نصين كده فولة وتقسمت نصين طيب عشان خاطر اللغبطة اللي هتقابلك بعد كده والامثلة هي اي حاجة بقدر اميز ما بين البزرة والصمرة اي نوع اكل او اي مثلا النبات انا بقدر اميز ما بين بزرته والصمرة بتاعته بقول عليه سناي الفلقة تمام فالخوخ سناي الفلقة التفاع هو بزر البزرة حاجة والصمرة حاجة البسلة الحباية البزرة دي حاجة والارم ده حاجة وبالتالي ده كده سناي الفلقة ماشي وبتكون محاطة بغلف طبعا اسمه غلف ثمري انما الفلقة الواحدة زي مثلا نبدورة الرز الامح البصل التور حاجة دي here كلها فلقة واحدة ما بقدرش اميز ما بين الصمرة وما بين البزرة الصمرة هيِ هي البزرة ولو عن يعني يكن محاطة بغلف من خلق اسمه برضه غلف ثمري تمام ويعني الغلافين مع بعض بيكونوا التحموا مع بعض حصل لهم التحام والتاني ما بقدرش أميز ما بينهم ولكن برضو محاطة بغلاف سمن تمام كده فهمنا التصنيف طيب نمسك بعد كده النباتات الزهرية أهم حاجة عندي بقى الزهرة تعال ناخد بقى نفهم يعني أصلا زهرة الزهرة دي بتعمل ايه بس الزهرة هي عبارة عن صاق قصيرة خلي بالك عشان دي عليها سؤال هي ايه الزهرة هي عبارة عن صاق مشي واحد قل لي بقى ان هي كانت ورقة ولا هي حاجة لا دي عبارة عن صاق قصيرة صاق قصيرة حصلها ايه حصلها تحور صاق قصيرة ما لا تحورت تحورت علشان تكون ايه تكون محيطات زهرية بدأت انها تكون لي محيطات زهرية او تكون لي وريقات اي صاق قصيرة تحورت ايه وريقتها او كونت لي او راق اقول عليها وريقات ايه الوريقات اسمها محيطات زهرية محيطات الزهرة نفسها طيب هنفهم كل كلمة في الكلام اللي احنا قلناه بس انا عايزك تعرف بس ان الزهرة دي بيكون في منها نعين من اول كده زهرة بقول عليها معنقة وزهرة بقول عليها جلسة ايه الزهرة المعنقة وهي الزهرة الجلسة بص كده عاولوا ما تلاقي مثلا ده ساق اهوت طالع منه عنق ماشي العنق ده وده كده مثلا ساق اهوت برضو هنا كده ببص لقيت العنق ده طالع لي هنا زهرة ايه فالزهرة دي موجودة ايه موجودة على عنق فبقول عليها زهرة معنقة زهرة ايه معنقة ليه لانها موجودة على عنق طيب لو انا لقيتها طالع على الساق كده مرة واحدة موجودة عنق ولا اي حاجة فبقول عليها زهرة ايه جلسة فاصبحت دي كده معنقة انما دي جلسة طيب ايه موضوع بقى القنابة القنابة هي عبارة عن ورقة ورقة تخرج من ابتها الزهرة. تخرج من ابتها الزهرة. ناشي. طيب بتختلف طبعا في لونها. ممكن تكون خضرة. ممكن تكون ملونة اكتر من اللوء. وكمان بتختلف في شكلها. يعني تختلف في مثلا في اللون. ممكن تكون خضرة. ممكن تكون حمراء على حسب. ممكن كمان تختلف في الشكل. الشكل يعني ممكن تكون حرشفية. او ممكن تكون غير ذلك. تمام. بس خلي بقى هي ورقة لازم تخرج من ابتها الزهرة. بمعنى مسلا ده كده. ودي كده حاجة اهيت. ورقة اهيت. خرج من الابت. خرج من هنا كده. اهوت. زهرة. دي كده زهرة. اقول على دي ايه? اقول على دي اسم كنابة. كنابة. هي ورقة تخرج من ابتها. من هنا كده. من الابت بتاعها. تمام؟ زهرة. تمام. مسلا ممكن اجا اسألك سؤال كده. هو قولك هي دي اتنفع تكون كنّبة. يعني مثلا دي كده زهرة ايت خرج. دي تنفع تكون كنّبة. تعال بصني للتعريق بتاعتي. التعريق بيقول لي ورقة تخرج من ابتها. خرج من هنا حاجة? لا. يبقى دي مش كنّبة. انما الكنّبة فين اهي? اهي الكنّبة هيت. دي كده الكنّابة. ايبقى القنّبة هي الورقة تخرج من ابتها الزهرة. انما دي كنّبة لا. ليست كنّابة. تمامي بنا كده اخد تصنفين انت تعال ارسم لك كاميرا اسمه وتقول لي ايه دي وايه دي بص كده ده كده صاق ماشي ايه رأيك مثلا في دي كده صنف لي كده الزهرة دي الله هتقول لي الزهرة دي اول حاجة هي معنقة مش جالسة ايه زهرة معنقة ماشي زاتة كنابة ولا بدون كنابة لا عندها كنابة بقول عليها زاتة كنابة ماشي بدا كده اول زهرة معي تعال اجيبك زهرة تاني يا رأيك مثلا في الزهرة دي كده اه الزهرة دي كده عندها عنق لا ما عندهاش عنق باسمها هي بكاة زهرة جالسة مش معنقة تمام زاتة كنابة ولا بدون كنابة لأ بقول عليها زاتة كنابة ماشي يب خلاص خلصنا من تصنيب ده تعال انشوف كمان زهرة تاني ماشي بص بك ده الزهرة دي ايه الزهرة دي عاملة هي اول حاجة معنقة ولا جالسة؟ طبعا ديها تكون معنقة زهرة معنقة عندها وعنق. تمام. زيتك النبه اللي بدون كنبه لا بتكون بدون كنبه. ماشي. طبعا نشوف كمان زهرة ربعة. بصوا بقى كده الزهرة دي. دي كده زهرة ايه زهرة جالسة. طيب زيتك النبه اللي بدون كنبه لا بتكون بدون كنبه. يبقى شوفنا التصنيف معانا. كده معايا زهرة ايه دي زهرة معنقة زيتك النبه عندها عنق ايه عندها كنبه. دي زهرة جالسة ايه جالسة معندهاش عنق بس عندها كنبه. فبقول عليها جالسة زيتك النبه. دي زهرة عندها عنق ماشي بس معندهاش كنبه بمعنقة بدون كنبه. ماشي دي زهرة جالسة بدون كنبه. هي معندهاش عنق ومعندهاش كنبه. طيب تعالي نشوف بقى بالنسبة لتصنيف الازهار. المنشأ. الازهار ممكن تكون يعني الزهرة المنشأة بتاعها ممكن تكون وحيدة وحيدة الازهار وممكن تكون متجمعة يعني ايه يعني ممكن تكون زهرة واحدة بس وممكن تكون اكتر من زهرة اثنين تلاتة اربعة متجمعة طيب وحيدة الازهار في منها بيكون طرفية تحد وفي منها ابطية يعني ايه طرفية يعني بتلاقيه مثلا الساق هوت موجودة عند طرف الساق الزهرة ده كده الزهرة ايه موجودة عند الطرف اهو فبقولوا عليها ايه؟ طرفية الصق ده هيقدر يكمل نمو؟ لا مش هيقدر يكمل نمو وبالتالي لما تكون موجودة عند الطرف كده بقول على تحد من نمو الصق يعني بيتوقف نمو الصق تحد من نمو الصق يبقى ظهرها طرفية تحد من نمو الصق طيب طرفية حفظها الطه مع الت accom زي مين؟ زي ظهرت اتيوليب وهي كده ظهرت اتيوليب يبقى ظهرها زي اتيوليب بتعمل ايه بتحد من الموصق طيب طبعا دي زاهرة وحيدة طرفية يبقى تيوليب دي زاهرة وحيدة طرفية ماشي ممكن تكون ابطية يعني ايه ابطية يعني مثلا ان الصاق معي هو هي الرسمة الصورة قدامي بس استنع رسي ملك برده عشان تفهم جات ازاي ده كده الصاق معي هو وما طلعتش عندي الصاق يعني ما طلعتش في طرف الصاق لأ ده طلعت من الايبط هنا كده ايه فبقول عليها ايه طرفية طيب الطرفية دي هتحد من الموصق لا مش هتحد الصاق هتكمل عادي خلاص فوق هتكمل عادي وتكون اولا وبالتالي دي لا تحد من نمو الصاق يباول عليها ابطية لا تحد من نمو الصاق يعني ما يبقفش نمو الصاق زي مين زي البيتونية ابطية ابطية زي البيتونية البيه مع البيه يبقى البيه مع البيه عشان بس نحفظ التصنيفات دي يبقى البيه مع البيه ابطية بيتونية طب طبعا انا فاهم ان الابطية دي بتطلع من الابط يعني مش هتحد من نمو الصاق إنما أنا عندي الطرفية يعني بتكون موجودة في طرف الصاق طرفية الطه مع الته زي مين زي تيوليب دي بتحد من نمو الصاق طيب ده كان كلامنا على الأزهار الوحيدة يعني زهرة واحدة بس طيب في عندي بقى أزهار متجمعة يعني مثلا بتلاقي مثلا ده كده صاق أهوت وفي محور زهري أهوت المحور ده طالع عليه أكثر من زهرة دي كده زهرة دي كده زهرة دي كده زهرة ودي كده زهرة فبقول على التجمع ده كده تجمع من الأزهار بقول عليه اسم نورة اسم ايه نورة طيب جمعها بيبقى نورات نورات يبقى بتتجمع على هيئة ايه على هيئة نورات زي مين زي عندي الفول والمنثور حتى جايين على نفس القفية الفول والمنثور يبقى كده عندي الخول ولا منصور دي اسمها ازهار متجمع زي الصوتين كده اللي اتميع ا Cher 셀. ازهار متجمع ايض مجمعة. لكن هنا بص بقى كده الساق طيط هي زهرة واحدة بس provincesplete بالت��. بص عندي مثلا الألبيتونية زاهرة واحدة هي River couldn't get married and قد يتم اجب ال自己 através ي Howard, وهذا podstaw for variety, Okay white? بص عندي مثلا trat because not like represented by buttonia. node'll join the alive three. كان الساق بيكمل معيها. يبدأ الساق يكمل معي. عادي ما فيش اي مشكلة لكن هنا الساق صحيح. طيب وبالتالي هنا بقى ممكن تكون متجمعة أظهر متجمعة على هيئة موراة زيمين زي الفول والمنصور طيب بالنسبة احنا عرفنا ان الزهرة دي بتكون عبارة عن صاق قصيرة بتحولت ورائقاتها عشان تكون للمحيطات الزهرية طيب ايه موضوع المحيطات الزهرية ده بص الزهرة لما نيجي ندرس اولا كده انا عندي فين نباتات عندهم زهرة وحيدة الجنس وزهرة خنسة يعني ايه بص كده انا عندي الزهرة تعالى بقى نصنفها كده الزهرة ممكن تكون وحيدة الجنس يعني ممكن تكون زهرة مذكرة يعني مذكرة يعني بكون عندها عدو التسكير فقط عدو التسكير فقط اللي هو مين اللي هو اطلع هنفهم الحتة دي طيب او ممكن تكون مثلا مؤنسة يعني مؤنسة يعني بيكون عندها عضو تأنيس فقط من عضو التأنيس اللي هو مين بيكون عندها المتاع المتاع فقط تمامي بالظهرة دي ممكن تكون وحيدة الجنس وحيدة الجنس يعني ايه يعني يا مذكرة يا مؤنسة المذكرة عندها عضو التسكير فقط اللي هو مين اللي هو الطالع أو مؤنسة عندها عضو التأنيس فقط اللي هو مين اللي هو المتاع او ممكن ان تكون ظاهرة Boe Love Phurn a Qsa يعني بيكون عندها عدو التسكير وعدو التأنيس الاتنين مع بعض فالذي احنا ندرسها ل depois bring it on للا عندها المهم احنا عايزين ندرس التشليح فندرس الحاجة كل Fund انا انا مش اروح هدرس ظاهرة عندها عدو التسكير فقط طيب انا لست بدرس عدو التأنيس لكنها لا أدرس عدو التسكير طيب انا اعاي mailing is Pawp الزهرة الكاملة اللي بيكون عندها عدو التسكير والتأنيس في نفس الوقت بقول عليها الزهرة النموذجية تمام؟ وانت قلت لي ان الزهرة بيكون عندها محيطات زهرية محيطات زهرية طيب ايه المحيطات الزهرية؟ انا مثلا لو تجي تمثل تبص الزهرة كده من فوق تلاحظ انها بتتكون من اربع محيطات في كده محيط خارجي اهوت وبعد كده بيكون في محيط تاني اهو لكده كده بيكون في محيط تالت اهو وكمان محيط رابع ده كده المحيط الرابع خلي بالك احنا بندرس الزهرة الكاملة اللي بيكون فيها اربع محيطات اربع محيطات على كده هتهملي من الخارج للداخل المحيط اللي في الخارج ده اسمه الكأس طيب المحيط التاني ده اسمه التويج طيب المحيط التالت ده اسمه الطلع طيب المحيط الرابع اللي جوه ده اسمه المتاع الطلع او ده كده الطلع وبعد كده اللي ده اسمه المتاع طيب يبني عندي اربع محيطات زهرية من الخارج للداخل الكأس التويج بعد كده ابطل بعد كده المتاع طيب هو الكأس ده بتكون من ايه؟ بتكون من حاجة اسمها السبلات ليس من السبلات لابد الكأس ده بيتكون من سبلات السبلات دي جمع حاجة اسمها سبلة تمام بكون اللونها أخضر طيب التواجده desses Tang وهك تصغير تاج حاجة صغيرة من دلحة huوق تمام؟ بيتكون من حاجة اسمهاписلات او بتلات جمعة ايه جمعة بتلة تمام والطلع ده بتكون من حاجة اسمها أزدية الأزدية ده جمعة ايه جمعة سداء تمام والمتاعة ده بتكون من حاجة اسمها كربلة كربلة ممكن تكون كرابل كرابل جمعة مفردة او كرابل جمعة كربلة طيب تعالى ده كلام ده كله لو انا جايب زهرة ببص عليها من فوق طيب تعالى نشوف تركيب الزهرة النموذجية نشوف تركيب الزهرة النموذجية ده كده شكل الزهرة وشكل الكربلة والسوداء والتكوين بتاعهم هنرجع لهم طبعا نشوف الحاجات ده كلها بس بعد ما نرسم رسمة بخط ايدينا ونبدأ ان احنا نشوفه يا ريت ان انت ترسم معايا ارسم معايا لشان تفهم اكدر بص كده معايا اول حاجة هنبتدي من العنق بتاع الزهرة ده مثلا كده العنق او بتاع الزهرة دي حاجة اسمها التخت ده كده اسمه التخت ماشي بدكد التخت وده كده اسمه العنق وده كده اسمه التخت طيب هنرسمها من جوه لبرا من جوه لبرا طيب شوف بقى كده من جوه بيكون عندي حاجة اسمها القربلة طبعا نرسم القربلة قربلة دي بتتكون من مبيض ادي ده كده المبيض هوت ده حاجة اسمها قلم ونتبه حاجة اسمها ما يسمي الرسمي مش احسن حاجة بس يعني الرسمي باديك هتفهم اكدر ماشي بدكده مين ده كده المحيط اللي بيكون جوه خالص اسمه المتاع طب المتاع ده بتكون من ايه بتكون من قربلة ماشي طب القربلة دي بتتكون من ثلاث اجزاء ايه هم الاجزاء اللي بتتكون منها اول جزء كده فوق اسمه ميسم ميسم تمام تاني جزء كده اسمه قلم طيب طالت جزء ده اسمه مبيض بنا عندي القربلة بيتكون من ميسم وقلم ومبيض ماشي طيب ندرس بعد كده المحيط التاني المحيط التاني اللي هو اتطلع طلع ده بيتكون من الاسدية الاسدية دي جمع السوداء طب طيب نشوف السوداء بيقص كده بتتطلع كده بيبقى برعا خيط والخيط ده بيكون في موتوك ده كده هو اتموتوك طب طيب ندرس بعد كده نشوف المحيط التالت وهو اتطلع كده اتطلع كده اتطلع كده بيتكون من حاجه اسمها بالتلع البتلة دي بتكون اوراق ملونة اهي كده الاوراق الملونة دي مين دي؟ دي البتلة ووظيفيتها ايه؟ ووظيفيتها انها بيكون فيها غدد رحيقية بتفرز الرحيق وبتكون الوانها زهية علشان خاطر تجلب الحشرات طيب بعد كده ندرس المحيط الرابع اللي نحي ببرا خالص اسمه الكأس الكأس ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها سبلة جمع سبلة بكل اخضر اوراق خضرة واوراق خضرة يعني كده بتقدر تعمل بناء ضوئي وكمان بتقدر ان هي تنتج اكسوجين وكمان تستهلك ثاني اكسيد الكاربون ووظيفيتها هي ووظيفيتها حماية الزهرة بنا دلوقتي معايا اربع محيطات زهرية او اول محيط معايا من ناحية الخارج طبعا انا عندي التخت والعنق دي مش مكونات الزهرة التخت والعنق ليست من مكونات الزهرة مكونات الزهرة بتبدأ من هنا بتبتدي من الكأس انا عندي اول حاجه الكأس الكأس بتكون من سبلات يعني سبلات يعني عبارة عن اوراق اوراق خضراء طيب وظيفته ايه؟ اول حاجة بتبقى اوراق خضراء موجودة في الخارج وظيفتها انها بتحمي اجزاء الزهرة بتحمي اجزاء الزهرة من العوامة الخارجية العوامة الخارجية زي مين؟ زي الجفاف زي الرياح ماشي زي مثلا الانطار طيب وبتباني الوظيفة بتاعتهم فين؟ يعني عشان كان فيه سؤال جاي من سنوية عمق بكده بتباني الوظيفة بتاعت الكأس ده لما تكون الزهرة افلة لسه الزهرة في مرحلة النوت كتكون افلة يعني كل الحاجات دي افلة على بعضها هنا كده ده بساعتها كده بيظهر وظيفة الوظيفة الكأس اللي بتكون من سابلة وطبعا طالما سابلة لونها اخضر يبقى اكيد بتنتج الاكسوجين وبتستهلك ساني اكسيد الكربون تستهلك ساني اكسيد الكربون ليه لانها بتعمل بناء ضوء بناء ضوء يعني بتقدر ان هي بيكون عندها بلاستداد خضراء ماشي تاني تاني محيط زهري معايا وهو التويج التويج ده بيتكون من بتلة والبتلة دي بيكون اوراق اوراق ملونة اوراق ملونة بتتميز بانها بيكون عندها حاجة اسمها غدد رحيقية غدد رحيقية عشان تقدر ان هي تطلع على رحيق الرحيق ده بيعمل ايه بتعمل على جلب جلب الحشرات بتجذب الحشرات وتجيب الحشرات وبالتالي بتساعد فين؟ بتساعد في عملية التلقيح التلقيح بخصوص الحشرات حتى مثلا اقول لك من مميزات النبات اللي بيحصل له تلقيح انه بيكون عنده بتلات كبيرة الحجم يعني كل ما كان البتلات او التويج حجمه يكبر كل ما يجذب حشرات اكتر وبالتالي هيحصل له تلقيح اكتر بواسطة الحشرات وكمان من ضمن حبوب اللقاح اللي بتنقلها الحشرات انها لازم تكون خشنة يعني مثلا كده السطح بتاعها يكون خشنة ما تجيب لهش مثلا حاجه كده السطح بتاعها املس وتقولي الحشرات هتشيلها لا دي الحشرات ما تشيلهاش انما الحشرات بتشيل دي ليه لان السطح بتاعها بيكون خشن يبا انا عندي دلوقتي بالنسبة لحبوب اللقاح اللي هتشيلها الحشرات لازم تكون خشنة الطب الحشرات هتروح على مين؟ هتروح على النبات اللي يكون عنده بتلات كبيرة في الحجم بتلات زاهية ملونة تمامي بتساعد في عملية التلقية ماشي بعد كده إطلع الطلع ده بيتكون من أزدية أزدية جمع سوداغ يعني سوداغ سودا دي تتكون من حاجتين خيط والمتوك المتوك ده اللي هو عضو التسكير بينتجلي بينتجلي حبوب اللقاح اللي هي الأمشاج الزكريا حبوب اللقاح واللي هي أمشاج الزكريا بعد كده اطلع الداخلي بقى اللي هو المتاع ده تتكون من القرابل مجموعة من القرابل ممكن تكون كربالة واحدة او اكتر ولو كانت اكتر ممكن تكون ملتصلة ممكن تكون يعني ملتحمة مع بعضها وممكن تكون منفصلة طب الكربالة دي تتكون من كم جزء تتكون من ثلاث اجزاء الجزء العلوي اللازج ده اسمه ميسم والميسم ده تركيزه بيكون اقل من تركيز حبيت اللقاح ليه حبيت اللقاح هنا كده تبدأ ان هي تجذب منها المية فتعمل انباية لحبيت اللقاح عند القرص هو عبارة عن القرص لازم تركيزه بيكون اقل من تركيز حبيت اللقاح حشان خاطر لما توع عليها حبيت اللقاح تمتص منها المية ويحصل انباية لحبيت اللقاح طيب بعد كده بيكون عندي وصلة هنا كده عمود اوات اسمه القلم اذا بكون نهزه الصغ invites بديك هي اسمها زغرة النموذجية أو زغرة الكملة من أمثلة زغرة المنموذجية أو زغرة الكاملة عندناaser الفور تفاح البصل التريب البصل والتيورب دي اسمها أظهار كاملة يعني أظهار خنسة خنسة أو كاملة نجي طيب في بعض الأظهار زي مثلا أحدية معظم الأظهار وحيدية أحدية الفلقة معظم أظهار أحدية الفلقة أحدية الفلقة زي مين زي مثلا البصل ومثلا التيولي الأظهار دي أنا ما بقدرش أميز ما بين المحيطين الزهريين اللي بره اللي هما مين اللي هما الكأس والتويك الكأس والتويك ما بقدرش أميز ما بينهم اتلاحظ أنهم كلهم واخدين نفس اللغة وكلهم شبه بعضهم ساعتها عايز أقول عليهم اسم يعني أنا مش عارف أميز ما بين الكأس وما بين التويك عايز أقول عليهم اسم أقول عليهم إيه؟ أقول عليهم اسم الغلاف الثاني كنا نقول له الغلاف السمري لا نركز بقى ده اسمه الغلاف الزهري يعني الغلاف اللي بيخيط بالظهرة من الخارج فبول عليه اسم الغلاف الزهري الغلاف الزهري لا مش فاهمين نحتاجين نفهم بص بقى معاين فيه أنواع معينة من الأظهر يعني بص كده دي مثلا ظهر عاين دي كده ظهرة أنا بص عليها من فوق ماشي الزهرة دي أنا والحمد لله قدر تميز ما بين الكأس وما بين التويك ازاي؟ أول ما بتلاقي أن اللونه أخضر ده كده تعرف أن ده كده اللي هو الكأس ماشي لكن الملون ده بيكون تويك ماشي ده ما فيش مشكلة بالنسبة لي إمتى بقى المشكلة بتظهر؟ المشكلة بتظهر أن أنا مثلا يكون معايا والنفطار دي كده ظهرة عاية بلاحظ أن كله شبه بعضه يعني الكأس والتويك كلهم شبه بعضهم ما فيش قادر أفرق ما بين الكأس وما بين التويك طيب أنا عايزة سأل أنا مش عارف أقول ده كأس ولا تويك أريح نفسي خلص فأقول على الكأس والتويك ده اسم الغلاف اللي بيحط الزهرة أي بالغلاف الزهري ك没結box التاني كان اسم الغلاف الثمري غلاف الصمرة نفسها الصمرة نفسها فيقول عليها من مغطاط البزور للما ده اسمه الغلاف الزهري يعني الغلاف الزهري ده بيشمل أليه بيشمل كلها من الكأس الا التويك تمام المشكلة eight هذا يكون موجود فين؟ موجود في مؤثم معظم النباتات وحادية الفالقة حادية الفلقة زي مين الفلقة زي مين؟ زي مثلا عندي البصل وزي مثلا التيوليب. البصل وليه والتيوليب. طيب اول ما تشوف مثلا رسمة زي كده اقول لك دي ممكن تنفع تكون بصل او تيوليب. اه. ده تنفع بصل او تيوليب? لا. طيب انا عندي المحيطات الزهرية بقسمهم لنوعين. في محيطات جنسية. طيب انا عندي دي كده المحيطات الزهرية. طبعا المحيطات الزهرية اللي هم الاربعة. في عندي محيطات جنسية وفي عندي محيطات غير جنسية. غير جنسية. مين اللي هي المحيطات الجنسية اللي هو الطلع والمتائح? طيب اما المين هي المحيطات الزهرية الجنسية اللي هم الكأس والتويت. ماشي. طيب بيترتبه طبعا من الخارج للداخل. بيترتبه من الخارج للداخل. بمعنى ان انا اول حاجة بيكون معايا. اهو ده كده الكأس. ماشي. بعد كده. بيكون فيه التويت. ماشي. بعد كده بيكون فيه اطلع. الزهر اللي قدامي دي كده اقولي علىها زهرة مذكرة. ليه? لان ما يكونش فيها المتائح. لان انا عندي تلاتة بس مين. اول حاجة اللي هو الكأس. ثاني حاجة اللي هو التويت. ثاني حاجة اللي هو اطلع. فاقولي على الزهرة دي زهرة ايه? مذكرة. ماشي. طيب لو قدت لك زهرة تانية. بص كده الزهرة دي. ده اول محيط. بعد كده. ده تاني محيط. ماشي. بعد كده. ده المحيط التالت. فول على الزهرة دي. زهرة. وانسة. زهرة مانسة. ليه? لان انا عندي الكأس هوت. ماشي. ده كده عندي الطلع. لأ ده هيبقى التويج ده. هو الناسة لانه طبعا مدهاش طلع. بدا كده التويج. وده كده وانراجع كده الكلام بتاعنا. ماشي. يلا نكتب البيانات بتاعتنا. دي كده زهرة قدامي. ده كده عبارة عن ايه? ده كده عبارة عن العنق. ده مش من مكونات الزهرة. تاني حاجة هنا كده تاخت. الحاجة اللي بتقعد عليها اصلا الزهرة ده اسمه تاخت. ماشي. بعد كده بيكون عندي. ده كله على بعضه. نقول له على بعضه اسمه ايه? اسمه كاربالة. الكاربالة ده بتكون لي محيط زهري اللي في النص. اسمه ايه? اسمه المتاع. طيب المتاع ده بتكون من ايه? من الكاربالة. الكاربالة او اكتر. ماشي. اللي فوق ده اسمه ايه? ده كده اسمه ميسم. طيب وده اسمه ايه? اسمه قلم. اعمال ده اسمه ايه? ده اسمه مو بيض. طيب. بعد كده المحيط الزهري التاني معي وهو الطلع. طلع ده بتكون من ايه? من سداة. طيب السداة بتكون من ايه? بتكون من موتوك ده هو ده كده اسمه موتوك. وده كده اسمه خيط. ماشي بموتوك وخيط. طيب بعد كده بيكون عندي اتويج. اتويج. طيب اتويج ده بتكون من ايه? بتكون من بتلات. اللون ده مش ظاهر معي. بتكون من بتلات. ماشي. جمع بتلات اللي هي دي. دي كده البتلات. بدي بتكون الوانها زهية وتجذب الحشرات عشان خاطر تعمل عملية التلقيح بوسطة الحشرات. طيب المحيط الرابع معي وهو الخارجي خالص اللي اسمه الكأس. الكأس من اللي بتكون من سبلات. من سبلات اهي. اللي بكون لونها اغطر. بتعمل بناء دول. طيب ده تاني برضه. ورجع معي ده كده الكربلة. كربلة بتتكون من الميسة وتكون ملء القلم. وده المبيض. وده طبعا بيكون جوا البيضة. ده طبعا مبيض جوا كان ببيضة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانين. بيكون جوا تمام ببيضات. طيب وده عندي كده السوداء اللي هي اصلا بتكون لي اطلع. بتكون من الموتوك اللي بيكون موجود فوق والخيط. مش ده كده برضه شكل زهرة بس من ورده كده البتلة. ودي السبلة. بتلة مع بتلة مع بتلة بيكون احي اسمها بتلات يعني اللي هو مين اللي هو التويج. انما السبلة بسبلة مع سبلة مع سبلة مع سبلة بتكون لي الكأس. طيب شلنا البتلة والسبلة بدأنا نشوف ايه بدأنا نشوف المحيط الزهري ده عنده المتاع ده بتتقوم من الكربلة. الكربلة بتتقوم من ثلاثة اجزاء. ادي المبيض ده كده القلم. وده كده الجزء اللي فوق ده خلص اهوت اسمه الميسم. ماشي. دي كده مجموعة من الاس دي هنمسك سوداء واحدة منهم. سوداء بتتقوم من خيط ويموتوك. خيط بيكون عليه متوك. طيب نيجي بعد كده للجزء الاهم وهو وظيفة الزهرة. الزهرة بتقدر انها تعمل اربع حاجات. كده وظيفة الزهرة. اربع حاجات. اول حاجة معي هو انتاج حبوب اللقاح. انتاج حبوب اللقاح. طب هي هتقدر تنتج حبوب اللقاح من اين? اكيد اكيد من الطلقة. ماشي اللي بتكون من الاس دي ها اللي بتبع برا عن خيط وموتوك. اه الموتوك ده هو اللي بتكون فيه حبوب اللقاح. طيب. تاني وظيفة معي وهو انتاج البيضات. انتاج البيضات. طيب البيضات بتتكون فيه بتتكون فيه المتاع. طيب والمتاع ده بتتكون من ايه? بتتكون من ميسم وخيط ومبيض. طيب هو بتتكون البيضة فيه جوة المبيض. طيب تالت حاجة معي وهو التلقيح والاخصاء. تلقيح وبعد كده الاخصاء. عايز اقول لك ان الغرض اساسا اساسا من التقاصل في نباتات الزهرية هو عملية الاخصاب. ليه عملية الاخصاب علشان خاطر? انا عندي التلقيح ده بيكون لي السمرة. يعني اي سمرة انت بتشوفها بتتكون من التلقيح. التلقيح ده بيكون لي سمرة. ناشي. لكن الاخصاب ده هو اللي بيكون لي البزرة. فممكن يحصل تلقيح من غير ما يحصل اخصاب فيكون عندي سمرة بدون بدون بزرة. بدون بزرة. كمام? لكن ممكن احصل تلقيح واخصاب ساعتها انaneously كون سمرة ببزرة. صمرة ببزرة. وطبعا ما ينفحش يحصل اخصاب من غير تلقيح. يعني ما ينفحش اكون بزرة. من غير سمرة. يبقى الثاني. الغرض من عملية التلقيح هو ان انا بكون صمرة. او ما ان الغرض من عملية الاخصاب هو ان انا كوين بزرة. اتكون ايه? اكون بزرة. طيب والغرض من التقاصر اساسا اه? الغرض من التقاصر انا ازود عدد الافراد. طائعة عشان ازود عدد النباتات. بزده بالصمرة ولا بزوده Buch's لا بزوده بالبزرة يبقى الغرض من التقاصر هو تكوين البزرة يعني الاغصاب ماشي طيب الخطوة او الوظيفة الرابعة معي وهو تكوين طبعا ليه تكوين الصمرة والبزرة طيب اخد اول وظيفة معنا وهي انتاج حبوب اللقاح دي كده خطوات انتاج حبوب اللقاح مشروحة كده باختصار بس طبعا تعالى نرسم كل حاجة بخط ايدين احنا قلنا احنا لما نجي نكون او نجي نشوف تكوين حبوب اللقاح بتتكون فين بتتكون في الطلع طيب هو الطلع ده بتكون من ايه بتكون من الاسدية ماشي الاسدية دي جمع ايه جمع سوداء طب السوداء بتتكون من ايه بتتكون من خط وتتكون من متوك ماشي واحنا بقى عشان خاطر نبدأ نشوف عملية تكوين حبوب اللقاح داخل متوك فانا اكيد اكيد محتاج متوك يكون كبير في الحجم كبير في الحجم زي مين الكلام ده بينطبق على متوك نبات اسمه الزنبك نبات اسمه الزنبك بيكون عنده متوك كبير فده مسلا كده خيط اهوت ماشي الخيط ده بيكون جواه متوك اهوت كبير ماشي فاحنا ديك اللقاح ده كده كده كيس ده كده كيس تاني كيس تالت كيس رابا يعني احنا متوك بيتكون من اربع اكياس الرقم ده مهم معايا عشان احتاجه في المسائل فيكون في معايا مسائل فاناحتاج الرقم ده فده كده شكل ده كده شكل ايه المتوك بعد ما اكبرناه بيتكون من اكياس اسمه اكياس اللقاح ماشي جوا كل كيس بيكون في خلايا اسمه خلايا جرسمية امية خلايا جرسمية امية يعني كده هنا بيكون في خلية اسمها خلية جرسمية امية كل كيس بيكون في عدد معين ممكن يكون خلية اثنين تلاتة اربعة وهكذا يعني جواه الاكياس ده بيكون في خلايا اسمها خلايا جرسمية امية والخلية دي بتكون اثنين نون يعني شنائية العدد الصمط طيب تعالي ناخد خلية منهم كده ونبتد ان احنا لكبرها ناخد خلية جرسمية امية ب这个 مثلا الشكل showers الخ 101 الخلية دي بتنقسم انقسام ميوزي اول شيء بتنقسم انقصام ايه ضيب اما يقول عليه اسمها and Fin of Di يعني ايه يعني كل شيء بتنقسم جهocus بتنقسم د panding وهنا نعرف ان انقصام الميوز الخلوي ده يحصل على المحلتين انقصام ميوزي اول وانقصام ميوزي تاني طيب تعال نشوف الخطوة الاولى وهو انقصام الميوزي الاول يديني اول حاجة خليتين اهم تمام فول على انقصام باسمه ميوزي اول بعد كده الخليتين يدوني اربعة يكونوا موجودين في صفية تمام فاصبح معاه دلوقتي اربع جرسين صغرين انقصام ده اسمه ميوزي ثاني ماشي يبقى على بعضه ده كله كله على بعضه اسمه ايه اسمه انقصام ميوزي خلوي لمين الخلية البرصومية امية ده اسمها خلية برصومية امية موجودة فين موجودة في كل كل كيس من الاربع اكياس اللي بيكونوا موجودين في الموتو يبقى عندي الموتوك اهو الموتوك اهو الموتوك ده بيتكون من ايه بتكون من اربع اكياس ماشي كل كيس جواه بيكون جواه خلايا اسمها خلايا جرسموية امية طيب احدية ولا سنائية المجموعة الصبغية لا بيكون سنائية المجموعة الصبغية ماشي سنائية المجموعة الصبغية يعني اتنين نوم بتنقسم انقصام ميوزي خلوي ميوزي خلوي يعني الخلية بتديني اربع خلايا ماشي بس بيبقى على مرحل طيب ميوزي اول وبعد كده ميوزي تاني فبيكون معايا اربع خلايا بقول عليهم اربع جراسيم صغيرة اسمها اربع ايه جراسيم صغيرة اربع جراسيم صغيرة بتكون نور كل واحدة منهم بتكون نور طب تعالى نفريتهم كده ونكبرهم طبعا بيكونوا موجودين في صفين اهو موجودين في صفين مش في صف واحد عشان خاطر لما نروح لانتاج البوايدات هيكونوا موجودين في صف واحد لما دون موجودين في صفين فاول ما تشوف الشكل ده كده قدامك تعرف ان دي اربع جراسيم صغيرة بس شكل مهم معانا ماشي دي كده جرسوم اهيت دي كده تانية دي كده التالتة دي كده الرابع يكون جواها نواة جواها نواة جواها نواة الخطوة اللي بعد كده ان كل جراسومة من الجراسيم دي بيحصل لها انقصام ميتوزي نووي بل خطوة اللي جاية بعد كده هو الانقصام الميتوزي النواوي نظام ميتوزي نظام ميتوزي ليس حيحصل القصام للسيتوب لازم النواه سينقسم النواه سينقسم ميتوزي والكثير من أعطاء مرسوم المستقبل فنظام مير destin كلهاffer كثيرة هي نواه termin ونظام مرسسومها أصبرها بنولها نواه الفن مرسوم ده ياسمها النواه مولده كل واحدة سيكون لها وظيفة سنفهمها في خطوة التلقيح نوع المولده سنقسم ستجين نواتين زكريتين والأمبوبية ستكون لها أمبوبة اللقاء الخطوة اللي بعد كده هو خطوة الغلاف تكوين غلاف للحماية تكوين غلاف المحاية يكون مع اسر الجرسوم هيا ده كده النواة وده كده النواة التانية نواة نواة وده النواة التانية وتبدأ انها تحيط نفسها بغلاف سميك أهو للحماية غلاف سميك للحماية عشان كده بتحمل نفسها وتقدر انها تقعد لفترة طويلة يعني مثلا نجوم مثلا في مكان كده أسري ولا مكان فيه حفريات وقعدوا مثلا يكتشف ان فيه حبوب اللقاح اه ترجع مثلا عمرها لمليون سنة او لمئة الف سنة على المفترض يعني الرقم تمام يبال سبب فين سبب الغلاف السميك اللي بيكون الغرض منه هو الحماية فدلتالي كده بأصبح معي أربع حبوب لقاح أربع حروب لقاح يبقى كده دلوقتي عندي الخليل الجرسومية لأمية ادتني كام يبقى الوحدة بتديني كام بتديني أربعة يبقى لو معي واحدة بتديني أربعة طيب يبقى أول خطوة تاني أنا معي خلية جرسومية أمية اتنين نقم بتنقسم انكسام ميوزي خلوي ميوزي خلوي فبتديني أربع خلايا اسمها أربع جرسين صغيرة كل واحدة بتكون فيهم نون دي نون و دي نون و دي نون و دي نون و دي نون طبعا الانكسام ده بيحصل على مرحلتين ميوزي أول و ميوزي تاني الميوزي الأول الغرض منه هو اختزال العدد الصبغي اختزال العدد الصبغي ماشي هذا helps انكمrations ما اسم liberة جرس بيحصل انكسام الميوزي الأول اختزال العدد الصبغي الداهي ستقوم مرحل فيه اختزال العدد الصبغي الحاول والsee حصل فيه اختزال العدد الصبغي وماشي حانما أخرى يجب센 اول حاجة اختزال المادة الوراسية وكمان حصل زيادة عدد الامشاك كانوا معي اثنين باربعة زيادة عدد الامشاك لابكس في الكلام دي عشان دي تركات كده بتيجي ما بين الاسئية عن ما بين السطور وبيجيب لك عليها اسئلة زيادة عدد الامشاك طب ازاي اختزال المادة الوراسية بص هنا كده أنا عندي شكل كروموسومات كانت هنا شكل كانت هنا كده ونفترض معي 8 كروموسومات بدأت تقسيم هنا اربعة وهنا اربعة هنا بدأت ان ان اخل الكروموسومات مثل مهما لكن كروموسوموتها تبقى هنا واحدية هنا واحدية وهنا اhearted فأصبحت ان دي نون ماشي ودي نون ماشي اودي نون ودي نون ابسة بكل حكاية город هإختزال البن المادة الوراسية الى المين ct pm مثل ما حصلش اختزال في عدد الكروميوسومات يعني هنا Hyeتكون فيها 4 كروميوسومات الحديد بس زوجية ودي 4 كروميوسومات زوجية هنا برضى 4 كروميوسومات بس فردية م Bedfall 9 بالغرض منها اختزال المادة الوراثية وزيادة الابنشج اثنين معايا 4 طيب بعد كده حصل انكسام ميتاوزي نووي يعني ما حصلش انكسام لستوبلازم لأن النواة فقط بغرض تكويني أمبوبتين أمبوبة نواتين نواة مولدة ونواة أمبوبية بعد كده آخر مرحلة ما حصلش فيها انقصام أساسا ما جيتش نحيط المادة الورصية أصلا وكوينت فيها غلاف للحماية كوينت فيها غلاف للحماية وبالتالي كده بقى أصبح معي أربع حبوب لقاة طب نجي للمسائل يلا بينا نروح المسائل أنا لما كان معي خليجة رسومية واحدة إداتني كام حبيت لقاة حداتني أربعة طيب لو أنا قلت لك معي موتوب مثلا تعالي نعلك جنب جدك حتة دي فاضية قلت لك أن أنا معي موتوب ماشي الموتوب ده أو بلاش موتوب نقول مثلا زهرة زهرة مثلا زهرة الزهرة دي بتتكون من أو بتحتوي على ثمن أصدية ثمن أصدية وكمان تبقى عارف أن كل كيس لقاح كل كيس لقاح بيكون في خمس خلايا جرسومية أمي خمس خلايا جرسومية أمي احسب عدد حبوب اللقاح في الزهرة دي عدد حبوب اللقاح اللي تتكون في الزهرة دي تاني نقوله السؤال أنا معي زهرة زهرة فيها ثمن أصدية ومع العلم أن كل كيس جوا كل موتوب بيكون في خمس خلايا جرسومية خمس خلايا جرسومية طيب تعال نحسب كده أنا معي كم خلايا جرسومية؟ معي خمس خلايا جرسومية جوا جوا كل كيس طيب ماشي طيب الخلايا جرسومية بتديني كم حبية لقاح بالتديني 4 يبقى 5 فيه 4 ماشي كم поговорar يبقى الكل كيس معي بيكون فيه 20 حبية لقاح ماشي كل كيس بيكون فيه 20 حبية لقاح طيب أنا عندي كم متوك بيكون معي تمانية بل 20 فيه 8 وماشي طيب كم متوك بيكون فيه كم كيس لقاح بيكون فيه 4 عشرين في ثمانية في أربعة تفاهمت؟ الأربعة دول جم منين من ارتلك اهو افتكر معايا ان انا كان معايا أربعة كياس ماشي بكل متوك بيكون في كم بيكون في أربعة كياس وانا كان معايا كان متوك معايا تمن تمن أزدية يعني كده بيكون في ثمانية ماشي طيب واصبح دلوقتي ان كل خلية جرسمية أمية بتديني كم بتديني أربعة بخمسة فاربعة خمس 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 أكياس خمس خلاية جرسمية الخمسة يضربهم في اربعة يبقى بعشرين عشرين جوا كل كيس 10 جوا كل كيس تبنا معايا كم كيس على حسب بقى يبقى معايا تمن أسدية ماشي يبقى بعشرين في ثمانية فياربعة تبقى نضربها كده العشرين في الثمانية في الآربعة سوي كامي سوي ستتمية واربعين ستمية واربعين حباية لقاء 640 حباية لقاح موجودين في موجودين في الزهرة بالزهرة كلها بتحتوي على 640 حباية لقاح طيب برضو في نقطة كده مهمة كنت عايز اقول عليها هو ان انا لو انا عايز اقرن ما بين حبوب اللقاح في عندي حبوب لقاح بتقدر انها تنتقل بواسطة الرياح يبقى بتتميز بخفة وزنها طب في عندي حبوب لقاح بتنتقل بواسطة الحشرات يبقى بتتميز بخشنتها عشان برضو بيبقى عليها اسئلة اسئلة ازاي؟ يعني مثلا ما يجيب لكش حبات لقاح زي كده او ما الخشنة بتبقى عاملة ازاي؟ بتبقى عاملة كده لا خشنة كده دي كده حبات لقاح خشنة تنتقل عن طريق من تنتقل عن طريق الحشرات ماشي وكمان برضو حبوب اللقاح بتتميز من الاثنين اصلا بيكون تركيزها اعلى من تركيز الميسم عريفة من حيطة دي يعني مثلا ايه؟ ده كده ميسم قوت ده كده ميسم لما تيجي حبات لقاح تقع عليها دي كده مثلا حبات لقاح لازم يكون تركيزها اعلى من تركيز الميسم ليه على من تركيز الميسم؟ عشان خاطر تبدأ انها تاخد المية من الميسم بالخاصية الاسموزية وبعد كده يحصل لها ايه؟ يحصل لها انبات انبات مين؟ انبات حبات اللقاح يبقى دي شوية خصائص كده مهمين عن مخصوص حبوب اللقاح طيب في مسائل تاني؟ اه في مسائل تاني عندنا مثلا مسألة لو قالك ان انا معايا متوك المتوك ده بيحتوي على في كل مثلا كيس مثلا في كل كيس بيحتوي على اربع خلايا برسمية خلايا برسمية حبوب اللقاح احسب عدد حبوب اللقاح حبوب اللقاح في المتوك بحات انتقول لها طالما المتوك في عنده في كل كيس اربع خلايا برسمية الاربع خلايا برسمية الوحدة بتديني اربعة يبقى اضرب الاربع فيه اربع يساوه كام? يساوه ستاشر ماشي ارابعه ستاشر حبات لقاح 36 حبية لقاح في كل كيس متوكه يتكون من كام ؟ كياذ؟ نحسب 67 في كام 16 في 4 يساو 64 حبية لقاح ، فممكن يقول لك احسب عدد الأنوية النتجة احسب عدد الأنوية الناتجة من 5 خلايا جرسومية أمية خلية جرسومية أمية نعيد ان يريد أن أعاد أدنى عدد الأنوية النتجة من 5 خلايا جرسومية أمية أنا عندي الخمس خلايا الوحدة تديني 4 حبوب لقاحب يضرب ال5 في كامل الخمسة في 4 يبدو أن يديوني 20 حباية لقاء طيب ال20 حباية حباية واحدة بيكون فيها 2 نواة يعني بيكون فيها نواة تين يضرب ال20 في كامل في 2 يسوي 40 نواة 40 نواة طيب ممكن يقول لك مسلا نحسب عدد الأنوية الأنوية مثلا الأمبوبية أو الأنوية المولدة لا دي بقى في الحدد يتسوي عدد قبوب اللقاء دي برضه صيغة مسألة طيب لو حبي بقي صعبها شوية بص بقى المسألة دي سألت كده يا جميلة خالص يقول لك مثلا الزهرة الزهرة دي بتتكون من ثمن ازدية بتتكون من ثمن ازدية ماشي وتحتوي على الزهرة كلها تحتوي الزهرة كلها على الف اربعة وعشرين حبة لقاح السؤال بقى بقولك احسب عدد الخلايا الجرسمية في كل كيس طبعا بفرض تساوي الخلايا الجرسمية كلهم في نفس الاكياس يعني كل الاكياس داخل كل الازدية بيكونوا نفس عدد حبوب اللقاح يعني هنوزعهم بالتساوي ماشي طيب اريد ما سأقسم الاربه حبوب اللقاحه على الثمن ازدية الاصدية سأقسم الالف اربعة وعشرين على الثمن ازدية بحيث ان انا اطلع كل متوك يكون في كامل أول حاجة هقسم 1024 على الثمانين يبني اسم كده 1024 على الثمانين 1024 على الثمانين يديني كم يديني 128 128 حبيت لقاح في كل موتوك في كل موتوك طيب الموتوك ده بيتكون من تمكيس بيتكون من أربع أكياس يبقى اسم 128 على الاربعة 128 على الاربعة يبني اسم كده 128 28 على الاربعة يديني 32 بكده 32 حبيت لقاح في كل كيس طيب ده لحد دلوقتي أنا أقولك 32 حبيت لقاح طيب أنا عندي جوا كل كيس وكل كيس أنا عايز أحسب عدد الخلال الجرسومية جوا كل كيس طيب الخلال الجرسومية الوحدة بتديني أربع حبوب لقاح يبقى نساعتها أقسم 32 على الاربعة نقسم بقى 32 على الاربعة ساعتها تديني كم تديني 8 خلايا جرسومية يبقى أنا دلوقتي معي 8 خلايا جرسومية جوا كل كيس هتديني أضربهم في الاربعة يدوني 32 حبيت لقاح طيب 32 حبيت لقاح جوا كل كيس يعني كده الموتوك الواحد هتكون في كم أضرب الاثنين وتلعتين في الاربعة يدوني 128 يبقى الموتوك الواحد فيه 128 حبيت لقاح طيب أنا معي كم موتوك معي 8 بضرب الـ 128 فيه 8 يديني 124 حبيت لقاح طيب كده المسألة تزبوطة يبقى احنا كده الحمدوك لا قفلنا كل الأفكار بتاعة حبوب اللقاح وبتاعة الخلايا الجرسومية الأمية طيب نراجع بقى سريع كده بالنسبة لتكوين حبوب اللقاح ده كده الموتوك معي هوت كونجوا خلايا جرسومية خلايا جرسومية أمية بتكون اتنين نوع ماشي ادي كده خلايا جرسومية تنقسم انقصام ميوزي أول اهو ميوزي أول بعد كده انقصام ميوزي تاني والانقصام ده كله على بعض اسمه انقصام ميوزي خلوي يعني الخلية هادي نفسه بتنقسم فباخد أربع جراسين صغيرة كل واحدة نوع الواحدة بتبدأ انها تنقسم انقصام ميوزي ميوزي ايه؟ ميوزي نووي بتديني نواتين نواة أمبوبية ونواة مولدة بعد كده هنعرف النواة المولدة ده بتكون لي نواتين زكريتين ها بتنقسم تديني نواتين زكريتين ماشي وبعد كده النواة الأمبوبية بتكون لي أنبوب اسمها أنبوبة اللقاح ده الكلام ده بيحصل إمتى لما نوصل إن شاء الله في التلقيح ترجمة نانسي قنقر